هنستكمل المركبات البيولوجية الكبيرة احنا اخذنا كاربوهيدرات ليبيدات بروتينات النقرض هناخد المركب البيولوجي الرابع وهو الأحماض النووية زي ما تعودنا احنا بنفهم مش بنحفظ يعني احماض يعني ايه نووية احماض يعني مركبات عضوية تحتوى على مجموعات كاربوكسايل نووية يعني توجد داخل نوات الخلية مش نووية يعني زرية نووية يعني توجد داخل نوات الخلية الحية طب موجودة فين داخل نواة الخالية الحية اه ده انت لو بصيت للنواة وهنا اخدها بالتفصيل برضو في الباب التاني هتلاقي انها مكونة من غشاء نووي به ثقوب نووية زي كورة مسقبة بداخلها سائل اسم السائل النووي جواها كورة كده اسمها نوية او اكثر وجواها خيوط متشابكة خدتها في تلت اعدادي وفي اعدادي اسمها الشبكة الكروماتينية لما تتفك الخيوط ده عن بعضها اثناء لما الخالية تنقسم تبقى اسمها كروموسومات الكروموسوم الواحد عبارة عن حمض نووي اسمه دي ان ايه مرتبط معها بروتين اللي هي البروتينات النووية اللي قلناها الحصة الحلقة السابقة يبقى الاحماد النووية زي الدي ان ايه ده موجود جواه النواة وده السبب اللي خلنانا سميناها احماض نووية طب هتقول لما فيه حمض نووي تاني اسمه ار ان ايه الناس اللي مذكرها مسبقا اما الار ان ايه بيتكون جواه النواة اصلا لازم يتكون جواه النواة ثم يخرج منها ملحوظة صغيرة ان هناك برضو بعض الاعضايات غير النواة فيها دي ان ايه زي البلاستيدات الخضراء برضو هناخده في الباب التاني والميتوكندريا فيها دي ان ايه برضو خاص بيها دي ان ايه مميز للميتوكندريا ومميز للبلاستيدات خضراء وده بالنسبة لاماكن وجود الاحماد النووية معنى كلمة حمض نووي ايه هندي يعني مركب عضوي حمضي في مجموعات كاربوكسيل نووي يعني يوجد غالبا داخل النواة طيب الاحماد النووية تعرفها ايه كمركبات بيولوجية ارجع تاني الكارباهدرات مركبات بيولوجية كبيرة تتكون من عناصر كذا وكذا وكذا الدهون او اللايبيدات مركبات بيولوجية كبيرة البروتينات مركبات بيولوجية كبيرة طب الاحماد النووية مركبات بيولوجية كبيرة ايضا بني مراض تتكون من وحدات أصغر ما هذا معنى كنة بوليمر تسمى مونيمرات هذه المونيمرات اسمها إيه بقى اسمها نيوكليوتي دات الوحدة نيوكليوتي دة إذن الأحماض الأمينية أحماض النووية عفوا عبارة عن عقد كل حباية في سبحة كل حباية فيها اسمها نيوكليوتي دة طب الكلام ده أنا قلته قبل كده بس في البروتينات قلت عود بس الحباش مع حمض أميني دة المونيمر بتاعها طب في الدهون أو في اللايبيدات حمض دهني دة المونيمر بتاعها طب في الكربوهيدرات سكر أحادي هو دة المونيمر يبقى المونيمرات في الأربع مركبات عندي على الترتيب الكربوهيدرات بوليمر المونيمر جولوكوس اللايبيدات بوليمر المونيمر حمض دهني البروتينات بوليمر المونيمر حمض أميني الأحماض النووية بوليمر المونيمر حمض اسمه نيوكليوتي ده اسمه ايه نيوكليوتي ده ده تعريف الأحماض النووية طيب ايه هي نيوكليوتي ده زي ما اخدنا تركيب الحمض النووي واخدنا فكر عن تركيب الجلوكوز وعن جزئ الليبيد ايه تركيب نيوكليوتي ده مركب كيميائي معقد هو كمان رغم كده بيعتبر ها منمر للحمض النووي تعالوا نشوف مع بعض على الورق هنا تركيب النيوكليوتي ده لأنها بتتكون من ثلاث جزيئات مرتبطين مع بعض جزئ نوع من السكر الخماسي الكربون الله هو فيه سكر الخماسي الكربون ايوه ما احنا لما تكلمنا فيه الكربودرات قلنا فيه كربودرات بسيطة ومعقدة البسيطة اما احادية واما ثنائية طب برجع للأحادية ايوه تتكون من ثلاثة الى ست زرات كربودرات ساعتها قلت لك ايه قلت لك انه قد يحتوي هذا السكر الاحادي على ثلاث زرات كربود يبقى سي سري اتش سيكس او سري قد يحتوي على اربعة سي فور اتش ايت اتش تمانية يعني او فور او اربعة قد يحتوي على خمسة سي فايف اتش تين او فايف سي خمسة اتش عشرة او خمسة قد يحتوي على ستة سي ستة اتش 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 او ستة السكريات المشاركة في تركيب النيوكليوتيدا سكريات فيها خمس زرات كربودرات اللي هو سكر اسمه الريبوز لو فاكرينه وقلت لكم ساعتها اني ليه اخ تاني اسمه الريبوز منزوع الاكسجين او منقوص الاكسجين او دي اوكس ريبوز يبقى تركيب النيوكليوتيدا ايه استاذ او النيوكليوتيدا اللي هي المونمر بتاع الحمض النووي عبارة عن جزء سكر خماسي الكربون طيب خمسة الكربون يعني خمس زرات كربون هذا الجزء بيبقى جزء حلقي حلقي يعني الزرات مرتبطة بعضها حلقيا زي الحلقة ادي زرات الكربون رقم واحد مرتبطة بزرات الكربون رقم اثنين مرتبطة بزرات الكربون رقم ثلاثة هنا ربطة سنائية او ربطتين هنا ربطة واحدة ما بين ثلاثة واربعة اهيه ربطة مزدوجة دي واحد اهيه دي اثنين دي ثلاثة دي اربعة انا برقم في تجاه اقارب الساعة كده واحد واربعة متصلين هما ومرتبطين هما الاثنين بزارة اكسوجين طيب زارة الكابون رقم خمسة فين في الحلقة اللي لا دي مش في الحلقة دي خارق جي الحلقة مرتبطة بزارة الكابون رقم اربعة كل الروابط اللي قدامك دي بنقول عليها روابط تساهمية روابط تساهمية طيب لاعز معي ان الكربون رباعي التكافؤ يعني لابد ان زارة الكربون يبقى عليها او حواليها اربعة روابط طيب اه ده ايه ربط الرابعة وهنا الرابط الرابعة وهنا الرابط الرابعة هنا فيه اربعة جازين واحدة اتنين تلاتة اربعهم وانا بحسب دي باتنين دي اكيد حواليها اربعهم طيب جميل لاعز معي انه زارة الكربون رقم اتنين يرتبط بيها OH او في السكر التاني اللي اسمه الديوكسي ريبوز H بس وده الفرق ما بين الريبوز اهو الفرق بين سكر الريبوز اهو قدامك وسكر الديوكسي ريبوز وهنتكلم عنهم بعد شوي هنا برضو OH في الريبوز يبقى ان ناقص من الزرات ناقص روابط هو رقم واحد ورقم خمسة جميل او رقم خمسة يرتبط بها مجموعة فوسفات مجموعة الفوسفات الناس اللي شطرة في الكيميا PO4 تمام مجموعة الفوسفات مرتبطة بزارة الكربور رقم خمسة هنا مش هنتكلم عن الروابط دي دلوقتي علشان ما نتوقمش في حاجة زارة الكربور رقم خمسة مرتبطة بها مجموعة فوسفات زارة الكربور رقم واحد مرتبط بها مركب قاعده اسمه قاعدة نيتروجينية طب قاعدة يعني مركب قاعدة نيتروجينية يعني تحتوي على عنصر النيتروجين يبقى دي اسمها قاعدة نيتروجينية ترتبط بزارة الكربور رقم واحد الثلاث حاجات دولة مع بعض مرتبطين بروابط تساهمية كلهم ويكونوا ما يسمى النيوكليو تيدة النيوكليو تيدة بتاع الجزيء الحمض النووي المونيمر بتاع الحمض النووي عبارة عن اين جزيء سكر خمسة الكربون اما ريبوز وهو الذي يوجد فيه اتنين او اتش في بزارة الكربور رقم اتنين رقم 3 اما دي اكسي منذوع الاكسجين ناقص اكسجين دي اكسي ريبوز وده فيه هيدورجين بس ما فيهوش ال او ماش او اتش لقةتش بس ده اسمه دي اكسي ريبوز دей الفرق ما بين سكر الريبوز وسكر دي اكسي ريبوز ده تركيب النيوكليو تي ده تعال نشوف مع بعض هذا الكلام على الشاشة هنا عشان نشوف الكلام عندنا. الأحماض النهوية جزائيات بيولوجيا كبيرة من المرات تتكون عادة من عدة جزائيات أصغر منها من المرات تسمى النيوكلوتيداب. النيوكلوتيداب الواحدة زي ما احنا شفنا في الغسم تتكون من عناصر كربون هيدروجين أكسجين نيتروجين فوسفور طب كربون وهيدروجين وأكسجين وعرفناهم دول موجودين في كل مركبات العضوية البيولوجية اللي احنا اخدناها النيتروجين موجود في القاعدة النيتروجينية الفوسفور موجود في مجموعة الفوسفور كربون هيدروجين وأكسجين موجودين في السكر وموجودين في القاعدة وموجودين طبعا مش في الفوسفات موجودين في السكر وفي القاعدة الفوسفات موجود فيها عنصر الفوسفور النيتروجين موجود في القاعدة النيتروجينية طب بعد كده هنقول ايه تركيب الجزائي لأحماض النهوية زي ما قلنا تتكون من أعداد بنائية سمن نيوكلوتيداب ترتبط نيوكليوتين بعضها بروابت تسعامية اللي تكون عديد النيوكليوتيد اللي هو الحمض النووي تعال نشوف مع بعض بعد كده تتكون من وحدات دنائية يقلن عليها وتكلمنا الكلام ده كله تركيب النيوكليوتين تتكون النيوكليوتين من جزيء سكر خمس الكربون مجموعة فسفات ترتبط زرزر الكربون رقم 5 بربطة تسعامية قاعدة نيتروجينية ترتبط زرزر كربون رقم 1 للسكر تعالوا نشوف مع بعض شكل النيوكلوتيدة وتركبها أدي عندي جزء السكر ومجموعة الفوسفات أدي عندي القاعدة النيتروجينية متبطة بزارة كابر رقم 1 الفوسفات متبطة بزارة كابر رقم 5 تعالوا نشوف مع بعض شكل النيوكلوتيدة شكل آخر النيوكلوتيدة الدائرة البيضة دي هي أبار عن إيه أبار عن اللي هي دي كده اللي عليها السهم دي مجموعة الفوسفات البنفسجي ده السكر نقدر ده القاعدة النيتروجينية شكل كمان الزرات السودا ما تنساش هي زرات الكربون خمس زرات قدامنا الزرات الحامرة دي زرات اكسوجين طبعا في مجموعة فوسفات هنا فوق ده السكر لوحده ده السكر لوحده ادي شكل كمان لانيكلوتيدة بتاعت اللي هي الريبوز والريبوز منقص الاكسوجين فرق ما بينهم في المجموعة دي المجموعة دي هنا OH لكن هنا في H فقط اهو اللبن دي كده دي فيها H بس هنا اهو في OH ده الريبوز اللي فيه OH ده الدي اكسرابوز اللي فيه H بس برضه كيفية رتبطها بعضها قدامك اهو ترتبط بعضها بروابط تساهمية تعمل لي سلسلة تعمل لي شريط من النيوكلوتيدات مرتبط بروابط تساهمية زي ما تشافين الربط التساهمية اللي هي الحامرة دي تتكون ما بين مجموعة الفسفات لأحدى النيوكلوتيداتين وزارة الكربون رقم 3 للنيوكلوتيدات اللي بعدها وبرضه بنزع جزيء مية يعني كل نيوكلوتيداتين بيرتبطوا ينزع منهم جزيء مية 3 يبقى نزع جزيئين 4 يبقى نزع 3 جزيئات وهكذا نفس الكلام اللي قلناه لما قلنا بل مرة الجلوكوز بل مرة الأحماض الأمينية بل مرة الأحماض بل مرة النيوكلوتيدات ينزع منها مية أيضا تكون جزيئ اللي يبيد ينزع منه مية لاحظ معايا أن عدد جزيئات الماء المنزوعة قعد عامة سواء في الكربوهيدرات عند تكون الكربوهيدرات أو البروتينات أو الأحماض النووية عدد الجزيئات الماء المنزوعة يساوي عدد المونيومرات المشاركة في البوليمات نقص واحد عدد المونيومرات نقص واحد أدي عندي ده شكل طبعا تحت الميكروسكوب الإلكتروني لجزيئ الDNA والنيوكلوتيدات مرتبطة مع بعضها الDNA ده واحد من أنواع الأحماض النووية عبرها عن شرطين من النوكروسكوب الإلكتروني ملفوفين زي الحلزون كده أو اللهم زي حبل الغسيل زي ما أنت شايف كده أدي أشكال متعددة لجزيئ الDNA تحت الميجر الإلكتروني وأشكال جرافيك في بعض الحالات كيفية ارتباط النيوكلوتيدات ببعضها عاملها لك أنا جرافيكة بص معايا آدي عندي السكر يرتبط في السفات ترتبط مزارة كبيرة رقم ثلاثة النيوكلوتيدة السابقة بربطة الساهمية اللي هي الصفرة اللي قدامك دي ربطة الساهمية تعالوا نشوف مع بعض فيديو برضو بيبينني تركيب النيوكلوتيدات همضي أنه الريبوزي منقوص الأكسجين هو DNA اسمه DNA ده بيتكون من هو طبعا موجود داخل النواة زي ما احنا شايفين لو لم من النيوكلوتيدات المرتبطة معها بعضها في الشريطين فوسفات دي نيوكلوتيدة واحدة اللي احنا بنشوفها سكر خماسي قاعدة نيتروجينية ده كان تركيب سريع ليه DNA نوع السكر هنا هو اللي بيعكم نوع DNA نوع الحمض النووي ده شكل آخر من أشكال اللي عندي دي إن إيه أنواع القواعد النتروجينية هنقولها دلوقتي حالا نوع اسمه البيورينات يعني حلقتين نوع اسمه البرميدينات يعني حلقة واحدة بس لفظ البيورينات والبرميدينات ده مش عليك عليك في تالتة إن شاء الله ودي منها نوعين ودي منها نوعين نكمل اللولة بقى دي اللولة والمزدوج اللي عندي تعالي نشوف مع بعض بعد كده تصنيف الأحماض النووية أنواعها إيه أنا عندي أساسا نوعين من أحماض نووية أنا قلتهم وأنا بتكلم النوع الأول وهو الممثل للكروموسومات المشارك في تركيب الكروموسومات واسمه دي إن إيه أهو اسمه إيه اسمه دي إن إيه أدوه دي إن إيه النوع التاني اسمه آر إن إيه طب إيه الحروف المشتركة هنا إن وإيه طب يعني إيه الإن أو ترمز لإيه والإيه ترمز لإيه هنا وهنا إن ترمز لكلمة نيوكليك إنت هتكلمنا ده مش إنجليزي ده أولا لاتيني و ممكن تكون إنجليزية كمان نيوكليك ده نسب لكلمة نواع النواع اسمها نيوكلياس باللغة اللاتينية نيوكلياس نيوكليك يعني نواع يعني يوجد في النواع إيه يعني أسد وأسد بالإنجليزي معناها حتى بالإنجليزي حمض يبقى إن وإيه يعني حمض نواع بالعربي طب يبقى كلمة الحرف دي والحرف آر هم اللي بميزوا ما بين ده طب قعد لخلم إخصار لكلمة رايبوزي رايبوزي حرف الآر رايبوز سكر الريبوز أو بوز أو الدي بقى آه دي أوكسي رايبوز الله يبقى كلمة رايبوز مشاركة هنا وهنا لكن ده دي أوكسي يعني منزوع منه زارة أكسوجين اللي قلنا عليها منزوعة من مجموعة أو إيش اللي في زارة كابل رقم اتنين لما عملنا السكر كده وقلنا هنا في الريبوز ده فيه اتنين أو إيش واحدة هنا واحدة هنا أما في الدي أوكسي رايبوز ده قال لي لا والله ده هتبقى هنا إيش بس ما فيش أو الدي أوكسي رايبوز هو السكر المشارك في الدي الريبوز هو السكر المشارك فيه آر إني طب تعالي نشوف مع بعض مقارنة شاملة ما بين الحمضين النوويين دولة من عيس تركبهم وأهميتهم ومكان وجودهم تعالي نشوف مع بعض أدي عندي جدوة له الجدوة اللي بيقارن ما بين دي أو إيش ور إني من عيس نوع السكر المشارك في تركيبه أنا عندي والله في الدي أوكسي رايبوز وكلمة دي أوكسي يعني منزوع أو ناقص أكسيجين منقص أكسيجين ولسه إيه لنا رايبوز لو الله ده أكسيجيني وكامل فيه اتنين أو إتش في زراتي الكربور رقم اتنين وثلاثة طيب القواعد النترجينية بقى هنا بقى معنش هنرجع تاني للورق عشان نشوف القواعد النترجينية دي حكايتها إيه أنا قلت كلمة قواعد مركبات قاعدية عضوية قاعدية النيترجينية أي يشارك فيه تركيبها عنصر النيترجين القواعد النترجينية يا جماعة عندي منها خمس أنواع طيب هنقسمهم لنوعين زي بتوع سنة ثالثة ما بيقولوا عشان برضو كمعلومة إضافية لك نوع اسمه بيورينات ونوع اسمه بريميدينات بيورينات بريميدينات طيب البيورينات دي يا جماعة عبارة عن قواعد حلقتين حلقة كده سداسية من زرات الكربون والأكسجين والنيترجين وحلقة خماسية كده أما البيورينات لا ده والله ده حلقة وحدة وخلي بالكم نشارك فيهم عناصر الكربون هيدروجين أكسجين نيتروجين هنا أو هنا يبقى دي ثنائية الحلقة ودي أحادية الحلقة طيب البيورينات منها نوعين اللي هم ايه اللي هم ايه وجي طيب ايه رمز ايه ايه رمز لقاعدة النيترجينية اسمها أدينين ايه الجعبية كده بالذاكرة احنا كنا قلنا حاجة اسمها الاتب ايوه فاكرنا اللي هو الأدينوزين ثلاثة الفسفات لما شرحته قلتلك انه يشارك فيه قاعدة النيترجينية اسمها أدينين ايه موجودة فيه الاحماض النموية ايه على هيئة بيورينات يعني حلقتين الجي أدينين وجوانين ايه وجي اما البريميدينات فعندي منها ثلاثة انواع نوع اسمه صايمين ويرمز لها بالرمز تي ونوع اسمه سيتوزين ويرمز لها بالرمز السي ونوع اسمه يوراسيل ويرمز لها بالرمز يو تي سي يو يبقى انا عندي خمس انواع من القواعد طيب لو لاحظت حاجة معايا كمان ما تنساش الخمس انواع من القواعد هم ادينين مكتوبين هم جوانين سيتوزين واحط هنا خط كده واقول لك سايمين يوراسيل ما نساش ان التلاتة دول برميدينات والاتنين دول بيورينات التلاتة دول مع بعض اتنين بيورينات واحد برميدينات مشاركين في كل من دي ان ايه وار ان ايه يعني موجودين في تركيب ده وفي تركيب ده يشاركوا في تركيب ده وفي تركيب ده اما بالنسبة للسايمين والسيتوزين فهنا السايمين توجد في دي ان ايه فقط ولا توجد في تركيب ار ان ايه. طب ما الار ان ايه يشارك فيه مين? اليوراسيل. في ار ان ايه? فقط. اذا لو انا جبت لك شريط من النيوكليوتيدات بالتسلسل ده كده هو. اللي انا هكتبه. مسلا ادنين سايمين ادنين ادنين جوانين ادنين سايمين. ميز. هل ده دي ان ايه ولا ار ان ايه? ايوه? دي ان ايه? طب ليه? وانا مش شايفه. قال اللي لا والله ده فيه سايمين. تي. يبقى ازن ده دي ان ايه. اما لو قلتلك ادنين ادنين يوراسيل جوانين ادنين يوراسيل جوانين. على طول طالما فيه يوراسيل يبقى ار ان ايه? القاعدة المختلفة الوعيدة. ما بين ال دي ان ايه. ما بين الار ان ايه هي السايمين في دي ان ايه مش موجودة في ار ان ايه. اليوراسيل في الار ان ايه. اه في الار ان ايه مش موجودة في الدي ان ايه. وهي بديلة السايمين في الار ان ايه. في ملاحوظة تانية كمان. انو الدي ان ايه بيبقى شرطين من النيوكلوتيدات على هيئة حلزون اولا ولا ازاي الشكل بصوا معي على الورق هنا هتلاقي هعملك الشكل الحلزوني ده يبقى كده اهو الشرطين بيبقوا كده اهو اهو لحما ردى شريط من النيوكلوتيدات ولسه ده شريط من النيوكلوتيدات ومرتبطين مع بعض طب يرتبطوا مع بعض بايه خليك معايا بس دي معلومة اضافية لك يرتبطوا مع بعض بروابط هيدروجينية بروابط هيدروجينية عن طريق القواعد يعني أنا عندي على الشريط الأحمر ده قاعدة أدني القاعدة المكملة لها طالما ده الشريطين يبقى ده دي أنه ما نساش طالما الشريطين يبقى دي أما القاعدة أنه على فكرة بيبقى شريط مفرد كده من النوكليوتيدات هنا أدني مرتبطة على الشريط لسود ده بالقاعدة سايمين دايما الأدنيل ترتبط مع السايمين على أحد الشريطين على الشريط المكملة والجوانين وده قاعدة بيرونية ترتبط مع السايتوزين بروابط هيدروجينية وبرضه كمعلومة إضافية المسافة دي من هنا لهنا لفة كاملة من النوكليوتيدات في عشر نيوكليوتيدات على الشريط الأحمر وعشر نيوكليوتيدات مكملة لها على الشريط للسود ده يعني هنا مثلا سامين هنا أدني هنا سايتوزين هنا أجوانين هنا أجوانين هنا أجوانين سايتوزين هنا سايتوزين هنا والترتيب الطولي ده ما لهوش أي علاقة ويختلف من جزء دي إنه الأخر وهو ده سبب اختلاف الصفات الوراسية هنقولي الكلام ده سامين يبهينه إيه؟ أدنين جوانين يبهينه إيه؟ سايتوزين سايتوزين يبهينه إيه؟ جوانين سايتوزين يبهينه إيه؟ وهكذا سامين يبهينه أدنين اللفة دي كده من هنا ل هنا فيها عشرين نيوكليوتيدة عشرة على كل شريط والأدنين دائما يرتبط مع السامين أما الجوانين فدائما يرتبط مع السايتوزين على الشريط المكمل له أما بالنسبة للأر إيه فأنا قلت إنه هو شريط واحد من النيوكليوتيدات أهو أدنين يوراسيل جوانين سايتوزين سايتوزين جوانين أدنين ها يوراسيل أدنين أدنين وهكذا فيه يو يبه على طول ده أر إيه وهو شريط مفرد ده الفرق ما بين دي إيه وبين أر إيه في التركيب أن دي إيه عبارة عن شريطين بيلتفوا على هيئة لولب أو حلزون دي حل الغسيل أما أر إيه فهو شريط واحد طب خد معلومة كمان الشريط الواحد على فكرة قد يلتف ويلتحم مع نفسه يعني قد يزدوج في بعض أماكنه بالضبط زي ما يكون بافتراب أن دي الورقة دي هي أهو كده شريط الدي إيه الأر إيه شريط واحدة هو لو لف كده هو ممكن الجزء ده لتصغ مع هذا تلاقي هنا أدنين هنا يرسيل هنا أدنين هنا يرسيل يرتبطوا مع بعض برطة هيدروجينية فقد يزدوج بس هو أصلا أيوة شريط واحد قد يزدوج الأر إيه في بعض أماكنه كلام ده إن شاء الله هتاخدوه بتفصيله في سنة تالتة في الباب التاني الدي إيه اللي ربنا يكرمهم ويبقوا معانا إن شاء الله تعالى في علم معلوم بإذن الله تعالوا نكمل مع بعض الفروق ما بين دي لأنا قلت تلت حاجات دلوقتي من غير ما تاخد بالك قلت إن دي إيه نشرتين نعلم إن شرت واحد الدي إيه سكر فيه سكر دي أكس ريبوز منقص الأكسجين أو منزوع الأكسجين أما الأر إن إيه ها سكر ريبوز كامل الأكسجين في قوتش وقوتش في السكر بينما الحاجة تالتة قلت إن دي إيه يشارك فيه القاعدة سايمين التي لا توجد في أر إن إيه وار إن إيه يشارك فيه القاعدة يوراسيل التي لا توجد في دي إن إيه السؤال المشكلة اللي طرح من السهل الفاتحة لغاية النهاردة كم عدد أنواع القواعد قلنا خمسة خلاص طب كم عدد أنواع النيوكلوتيدات المختلفة طيب هتقول لي خمسة هقولك لا مش خمسة ليه لأن النيوكلوتيدة بتاعة الدي إيه فيها سكر دي أكس ريبوز النيوكلوتيدة بتاعة الأر إن إيه فيها سكر ريبوز يبقى قضية كل اختلاف في السكر بمعنى إنه دي أكس ريبوز مرتبط معيه أدنين أدنوع مرتبط معه جوانين أدنوع مرتبط معه سيتوزين أدنوع مرتبط معه سيمين أدنوع أدنين جوانين سيتوزين سيمين أدي أربع أنواع من النيوكلوتيدات فيه إيه طب هتقول لي ما الأدنين والجوانين والسيتوزين مشتركين مع النيوكلوتيدات بتاع أر إن إيه هقولك خلي بالك بس سكر مختلف لو أنا بتكلم عن تركيب النيوكلوتيدات لا يبقى عندي 8 أنواع من النيوكلوتيدات 8 أنواع من النيوكلوتيدات 4 على الدقن اللي هما المشارك فيها الأدنين السايمين السيتوزين أجوانين و4 عرقن النيوكلوتيدة مشارك فيها الأدنين برضو طبعا احنا قلناها هناك قالي لا بس في الدقن السكر دي أكثر يبوز في الأرقن السكر يبقى فيه اختلاف تاني الأدنين متشابه لكن السكر مختلف والفسفات طبعا هي واحدة في كله يبقى عندي 8 أنواع من النيوكليتيدات في الأحماض النووية ايه أهمية الأحماض النووية نشوف الكلام ده مع بعض على الشاشة هنا هذا هو قلنا وجهة المقادلة في نوع السكر دي اوكس ريبوز هنا ريبوز القواعد النيتروجينية هنا سيتوزين جوانين وأدنين وسامين هنا يرسيل بدل السامين هنا شريطين من النيوكليتيدات هنا شريط مفرد من النيوكليتيدات الاختلافات التانية بعد كده برضو عندي يوجد دي ايه زي ما قلت في الأول داخل النواة في تركيب الكروموسومات وما نساش ضيف هنا وقد يوجد دي ايه في بعض العضويات زي الميتوكوندريا والبلسيدات الخضراء أما ري ايه فبيكونوا الدي ايه جوه النواة ويخرج إلى السيتو بلازم عبر سقوب النواة الأهمية بقى الدي ايه يحمل المعلومات الوراسية التي تنتقل من جيل إلى جيل عند التكاثر وهي مسؤولة عن إظهار الصفات الوراسية المميزة للكائن الحي وتنظم الأنشطة الحيوية للخلايا بينما ري ايه يستخدم في بناء البروتينات التي تحتاجها الخلية المسؤولة عن ايه عن وظائف الدينيه عن إظهار الصفات الوراسية وعن تنظيم الأنشطة الحيوية تعالوا نفسر الكلمتين دولا كده مع بعض زي ما احنا تعودنا ما بينسيبش حاجة إلا وبنفهمها على الورق معايا هنا كده سريعا بص معايا يا أستاذ أي كائن حي ينتج من كائنات حية سابقة يعني الإنسان لابد أن هو نتج من إنسان وإنسانة تزوجه فأنتجه الإنسان نبات الفول لابد أن هو نتج من نبات فول سابق ما هو بزرع تزرع البزرع دي أصلا بنت أو إنتاج لتكاثر جنسي في نبات زهري نبات زهري في حاجة اسمها الزهرة الزهرة دي فيها حبوب لقاح وبوريضات لما بيندمجوا مع بعض بعد سلسلة يتحصل إخصاب بعد سلسلة من العمليات تتكون بزرع يبقى البزرع دي بنت النبات اللي حصل فيه التكاثر يبقى أي كائن حي ينتج من كائن حي تفقنا على دي تفقنا عليها جميل أو أنا عندي الإبن ينتج من خالية تنسلية من الأب وخالية تنسلية من الأم طيب نواة الخالية التنسلية فيها كروموسومات الكروموسومات عليها دي إن إيه؟ يحمل الصفات الوراسية للأب وكذلك البواجدة بتاع الأم جواها نواة تحمل الصفات أو فيها كروموسومات تحمل صفات راسية للأم طيب هل لو الحيوان المنوي دا أو الخالية التنسلية الزكريا فيها كل صفات بتاع الأب والتانية فيها كل صفات بتاع الأم كان صفات الإبنة تبقى مجدوغة لذلك ربنا سبحانه وتعالى خلى إيه خلى الخالية التنسلية الزكريا فيها نص الصفات بتاع الأم نص عدد الكروموسومات بتاع الأب والأم فيها النص اللي نص صفاتها وبالتالي يجمع الفرد الناتج من هذا الاندماج وهذا التكاثر بين صفات الأب وصفات الأم نص صفاته من الأب ونص صفاته من الأم مين اللي شايل الصفات وبينقلها عند التكاثر إلى الأبناء بحيث أن الأبن أو الفرد الناتج يبقى نص صفاته من الأب ونص صفاته من الأم الكروموسومات مادة ديء ان ايه على وجه التحديد يا جماعة يبقى فيدي ديء ان ايه ان هو ينقل الصفات الوراسية من الاباء الى الابناء اثناء انتاجهم اثناء التكاثر وخدنا فكرة سريعة وانتواخدها تقريبا في اداده انه اي فرد ينتج من تكاثر جنسي تكاثر تزاوجي يعني يبقى عبارة عن مشيك او خلية ناسلية من الزكر فيها نص صفاته وخلية ناسلية من الانسة الام فيها نص صفاتها فيكتبع نص صفات الاب مع نص صفات الام فيبقى الفرد الناتج يحمل صفاته يحصل على صفاته نصها من الام ونصها من الاب مين اللي بينقل الصفات في ده كله الديء ان ايه اللي موجود في الكروميزومات اللي بنسميه جينات تمام يبقى وظيفة ديء ان ايه زي ما قلنا نقل وظهار الصفات الوراسية نقل الصفات الوراسية من الاباء الابناء عندها تكاسر وإظهرها تمام بالإضافة RNA وظيفته أنه يقوم بتخليق البروتينات اللي بتؤدي وظيفة زي الإنزيمات والهرومونات اللي بتؤدي وظيفة الدينة في الكائن الحي نشوف مع بعض أسئل